السلام عليكم ورحمة الله تمرين 11 استغفر الله العظيم تمرين الخامس في جابتر 11 بهذا التمرين يعني هو أهم فكرته سهلة أبداً مو صعبة ولا يعني بغموض لكل الموجود بهذا التمرين أنه احنا عدنا يعني مثلاً كلمة باند يريد من عندك بهذا التمرين الخامس أنه أنت تحدد له هل هذه الكلمة جمعاً مفرد وأنا أرضي أضيف عليها العلامة يعني شون عرفت الكلمة يعني مثلاً كلمة باند نحن نعتبرها مفرد السبب لأنه عندنا إز هيتش أنا هيتش أريد أكتفهمها باند هنا نعتبرها جمع لأنه عندنا آر أما الكلمة الرابعة فراح نعتبرها جمع لأنه عندنا ذير الخامسة نعتبرها مفرد لأنه عندنا إتس رقم خمسة راح نعتبرها مفرد عندنا واز ستة نعتبرها جمع عندنا وير سبعة جمع لأن وير ثمانية جمع لأن واز تسعة جمع لأن إتس وعشرة جمع لأنه هاف الفكرة أنه عندنا كلمات ممكن يكونون جمع وممكن يكونون مفرد فشلون أقدر أميزهم مثل ما أنا وضحت لك هس في هذا التمرين في هذا النقاط